قضية المواطنة حقيقة كقضية جوهرية تطرح نفسها علينا في هذا المقام إنما تدل على عمق الانتماء والولاء سواء للبقعة الجغرافية أو للنظام السياسي الذي يحكم هذه البقعة الجغرافية ويقيم العدل بين الناس ويدير شؤون الدولة فإذن المواطنة هي عبارة عن مشاعر يشعر بها أي إنسان تجاه هذه الأرض المسمى المملكة العربية السعودية والاستعداد للدفاع عنها وأيضا بذل كل ما يمكن من أجل خدمة هذا الكيان المسمى المملكة العربية السعودية والإحساس مع بقية الشعب بأنهم أخوة متحابين يتعاونون على البري والتقوى في سبيل الصالح العام بالنسبة لعلاقة المواطنة بالانتماء فهي تعبر حقيقة عن مشاعر وأحاسيس يشعر فيها الفرد بأنه ينتمي إلى هذا الكيان المسمى المملكة العربية السعودية وهذا الشعور وهذا الإحساس طبيعي وغريزي لدى كل الناس حقيقة حول العالم وهو أنك تنتمي إلى هذا الكيان الذي يميزك عن غيرك من الشعوب ومن المجتمعات ومن حتى البقع الجغرافية فأنت عندما تقول أنك سعودي فأنت تنتمي إلى أرض حقيقة وتنتمي إلى نظام سياسي وتنتمي إلى شعب وتنتمي أيضا إلى راية وعلم لهذا المكان الجغرافي ويفرض عليك حقيقة جملة من الاتزامات تحدثنا عنها في قضية المواطنة إذن الانتماء هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس بأنك تنتمي إلى هذا الكيان المسمى المملكة العربية السعودية أساليب تنمية المواطنة حقيقة للمملكة العربية السعودية أو إلى أي وطن إنما هي تبدأ أولا من الكيان الأسري الذي ينمي لدى الطفل منذ الولادة حقيقة هذا الشعور والاعتزاز والفخر بالانتماء إلى الكيان فهي تبدأ من الوالدين حقيقة والكيان الأسري هو أول كيان يحتضن هذا الطفل سواء من خلال المقتنيات التي تقتنيها الأسرة مثل صور ولاة الأمر مثل خريطة المملكة العربية السعودية أو حتى راية المملكة العربية السعودية راية لا إله إلا الله أو حتى بعض المجسمات لكثير من الآثار التي تزخر بها المملكة العربية السعودية وتكون متوافرة أيضا في المنزل فهذه تشعل الأطفل بأن هناك حقيقة كيان ينتمي إليه هذا الكيان يزخر بالعديد من الأشياء التي يمكن الانتماء إليها في الوالدين يمكن فعلا أن ينموا هذا الانتماء ثم ينتقل ذلك إلى التعليم بطبيعة الحال باعتبار أن التعليم مؤسسة تعليمية رسمية لا بد أن يكون من أدوارها حقيقة نشر الفخر والاعتزاز بالكيان وبالقيم السائدة في المجتمع ونقل تراث الآباء والأجداد وأيضا التطلع نحو المستقبل والانفتاح على العالم الآخر هذه كلها من أساليب الانتماء أيضا حتى في السلوك الذي يمكن أن يسلكه المعلمون داخل المدرسة بحيث أن يكون النموذج يحتذى بالنسبة للطلاب والطالبات في مسألة الشعور بالانتماء من خلال الاهتمام بالمدرسة من خلال الحرص على الأنظمة والقوانين في البلد من خلال العمل على بعض الأنشطة التي تعزز هذا الانتماء وسواء مسرحيات أو دروس أو محاضرات أو أنشطة لا صفية يمكن أن تدعم هذا الانتماء ثم بعد ذلك ننتقل إلى دور الإعلام حقيقة في عرض المنجزات التي تحققت على أرض المملكة العربية السعودية وأيضا الإشادة بولاة الأمر والعلماء والمثقفين والمفكرين الذين يمكن حقا أن يشكلوا نواة لأن يكونوا قدوات للناس في المجتمع إذن دور التعليم ضروري ودور الإعلام أيضا ضروري جدا في عرض المنجزات الوطنية التي تحققت خلال السنوات بما يشعر المواطن بالفخر والاعتزاز وبما يشعر بأن بلده حقيقة يقوم على خدمته ورعايته في كافة المجالات ويقدم له الخدمات العديدة حقوق المواطن وواجباته لا شك عندما نتحدث عن المواطنة فنحن لا نتحدث فقط عن حقوق المواطن طيب ما هي مواجبات المواطن لا شك أن حقوق المواطن في الرعاية الصحية في التعليم في الإسكان في أوجه الرعاية المختلفة التي يمكن أن تقدمها الدولة لمواطنيها وهذه حقوق للمواطن حقيقة يجب أن تقدم له ويجب العمل على توفيرها للمواطنين بما يعزز حقيقة قضية المواطنة بما يعزز قضية الانتماء لكن هل فقط الأمر يتوقف عند الحقوق أم هناك واجبات لا شك على المواطن واجبات كبرى منها أولا أنه دائما يفاخر بهذا الوطن ثم يدافع عن وطنه ثالثا أنه يقدم نفسه وروحه ومجهوداته كلها في سبيل خدمة الوطن وأيضا مراعاة الأنظمة والقوانين الموجودة في البلد هذه تعتبر من واجبات المواطن وأيضا العمل على رفعة شأن المملكة العربية السعودية سواء على الساحة العربية أو الإسلامية أو الدولية ومن ثم يصبح هنا واجبات على هذا المواطن أيضا من واجبات المواطن هو أنه يعمل على تعزيز نفسه والرفع من شأنه هو كفرد بما يحقق له عزته وكرامته كشخص وأيضا بما ينعكس بإذن الله تعالى على خدمة وطنه هذا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المواطنة كما قلنا هو انتماء في النهاية انتماء إلى بقعة جغرافية مواضحة ومحددة المعالم ومعترف فيها دوليا والمسمات المملكة العربية السعودية وقلنا أيضا بأنه أيضا احترام النظام السياسي وأيضا النماذج والعلماء والمفكرين في البلد وأيضا احترام أنظمة والقوانين في المجتمع لكن الهوية هي الصورة الذهنية أو الصورة التي تميزك عن الآخرين هذه هي الهوية سواء في المظهر في المأكل في المشرب سواء في العداد سواء في التقاليد سواء في الملبس سواء في القيم التي تحملها أنت وتميزك عن بقية الأفراد من مجتمعات أخرى إذن لكل إنسان هوية حقيقة وهويته هناك هوية سياسية هناك هوية جرافية هناك هوية دينية هناك عدة هويات لكنها تندرج تحت هوية واحدة للبلد الذي تنتمي إليه من حيث يعني امتثال والامتثال لمنظومة القيم السائدة في المجتمع وأيضا طريقة الحياة ونموذج الحياة فهذه تمثل الهوية إذن هناك فرق بين الهوية والمواطنة بالنسبة للمقومات الاجتماعية للمملكة العربية السعودية لا شك أن هناك عدة مقومات مبنية على أسس راسخة وقوية من أهمها هو قرب النظام السياسي حقيقة للناس والشعب فهو واحد منهم وهم منه وهو منهم وهذه ميزة تميز المملكة العربية السعودية ثم بعد ذلك حقيقة قضية التأكيد على الأسرة ودورها في المجتمع والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد على أهمية الأسرة ومساندة الأسرة كي تقوم بدورها باعتبارها هي الحامي بعد الله سبحانه وتعالى لمنظومة القيم وهي الحامي لأمن البلد واستقراره وهي من تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية لأبنائها فبالتالي الأسرة مكون رئيسي حقيقة في هذا المضمار البعد الآخر فيما يتعلق بالمقومات الاجتماعية هو الحرص على خدمة المواطن من قبل مؤسسات وأجهزة الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والذي يعمد إلى خدمة هذا المواطن أو المواطنة وتحقيق تطلعاته ورغباته فهذا معطى ومقوم أساسي بالنسبة للمقومات الاجتماعية في المجتمع السعودي ثم بعد ذلك لا بد أننا نتحدث حقيقة عن اللحمة الوطنية وهي لحمة وطنية قوية جدا تربط المواطنين على اختلاف مذاهبهم واختلاف مناطقهم واختلاف قبائلهم ومكوناتهم في بوتقة واحدة اسمها المملكة العربية السعودية فبالتالي تكون الانتماء الكامل هو للمملكة العربية السعودية ولاحظنا ولله الحمد قوة اللحمة الوطنية للمجتمع السعودي رغم العواصف التي حدثت والحروب والمشاكل التي حدثت في المنطقة العربية لكننا نجد ولله الحمد أن مقومات اللحمة الوطنية قوية جدا في المملكة العربية السعودية قيم التراحم قيم المودة قيم المحبة قيم الإخاء هذه كل مقومات رئيسية لتعزيز المكون الاجتماعي في المجتمع السعودي وهذا ما تحرص عليه الدولة المباركة لدينا في المملكة العربية السعودية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عدل أمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأن يحفظ هذا الشعب وأن يكون دائما إن شاء الله في مقدمة الشعوب في مسائل العلم والاختراع والابتكار وأيضا حتى في نشر قيم المحبة والسلام والخير حول المعمورة بإذن الله تعالى